لماذا افتاكد ماذا تأتي؟ سوف يدخل لك شك تجاه تخيتي هذه سوف تأتي روينة وليس غير روينة سوف تخرب رجال دارك بذلك الشيء الذي لديه في دماغه المعنى الحقيقي من الإنسانه تقلب الشيطان كيف وصلت لهذا الشيء؟ كيف حاولت تهرب من ذلك الشيء الذي سوف تفهمه؟ ما الذي سوف تفهمه؟ في هذا الواقع هذا الدماغ متابات منه فيا غير روينة يغيبك الشيء طلب دفع الجديد هم؟ لقد سوف أق Gladar تشعر بيجبك هؤلاء neurologي كلنا السبب هكذا! 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 فقل من الساعة! فقل من الساعة! مقيتش! مقيتش! عرف ما حدث! مقيتش! لقد وجدت دنيا! كل دم! ها! مقيتش! تفهم! كيف تبع معي! حا! اصدار بصدر! تفهم كل شيء! هذين تسافروا في هذا الواقع على الدوار بوعر! مبين اقلم برشيد ودار بيضه! فالدوار مبين دار ودار كتكونة المسافة! والذين يتعتبرون مع بعديهم عائلة واحدة واحد السيد في الدوار كانت اسمه السعيد قد شابع الدنيا وكان ملهوف على الرئيس يبقى ميزة دارشة 45 عينها نسحوا الناس بشي تزوج حدوه بقي شد في راسه بعدها تلأ ولد وهربوا لي يقضي شدهم والذين هاي 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 وهذه الجملة بدأت يلغى يكون سباب حكاية وشمان حكاية السعيد وافق على ذلك ما قالوا لي وليني السيدي كان عنده شروط ايه قالوا لي اما هو ما استيسعي قال اليوم درية بغيته تكون مازال صغير تكون سنة الحليب قالوا لي طاحوا تصبنا درية تفدك الدوار الى وصلوا للعشرينات وكانوا مازال متجوجوا كيسمون الباهرات اللي هرب عليهم وما غاد يبقى يساومهم استشحت سعيد ما غاد يتبلي غيره في حد درية سميش السعيد طاح حك وسبغته بالنسبة لسعيد ابنها بالنسبة للسعيدية لا وتم لا كان درية مازالة صغيرة يلا عندها 22 عام الحقل درية كانت تقاري في المدينة وما لو وصلت للباك قالوا لي والديها بارك علي والولا والاخرى نسيارة كراراج لك واحنا ما عندناش فلوس باش نقاو كارير لك ونسياره عليك تكشي عليك خرجوه بسعيد مش هشرا واحد وشقوالب دي السكر هو اللي يقدريك يعرفه كيشوفه بقبيلة وما اللي كتكون غادة كتسقي وحتى السعيدية كتعرفة نكسيب كتدبها فيه تابعه وام كتير وبالنسبة لها مش هذك هو فارس احلامه كبير علي فلاش ومشي نفس العقلية دياله كيعودوا علي شحيه مصحيف التعامل دياله اما بالنسبة الوالدين دي السعيدية الرجل ما كيتعرفش مادام عنده مالو ومالو اللي ما تزوجش بي السعيدية قالت لي وماني اخدوش مبغيتوش وليني اخوتها واباها واما قصبوها عليه قالوا لي منو ما نخلاقو والله يا ابوكو ما تاخدي تتاكلوا مكان طبض نالعي والوالدين ماركين عليها من جهة اخوتها من جهة اخوتها من جهة اخرى شافت كل شي ضير بيها وكي بيكا عليها ويأكدوا عليها باللي لما تزوجش بيه غريت تخسر رجل وغريت تخسر شواليدين ما عليش يبقى ويحقلوا عليها وغيرين نفروا رجال في الدوار وتبقى بايرة شافت حتى عيش حاضرت راسه وقالت معا ديمانديع وافخاته وقالت لي صافي مش يموش كينتوج به وقفوا دكي النار القيتون وغزوا العلام وعلقوا الراية البيضة باش لدي زمن المريرة الهيه يقولوا بنتمو للدكتدار قراءة عروصة وفعلا كانت عروصة في دكتدار وليني كلبا مشروح وما كانوا فرحاني وفسعيد بالنسبة لي دكي النار عيدة معلم وحنات السعدية مولاة السعد المعقود دارتي الدفي الدو وتمو غادين مروحة لداره وهي ربي اللي هالنبيع لكن ما عندما تدير زوجات السعدية وقالتش غادي ندير لنرضبت الشي لنرضبت الشي اللي اعطاني الله ومالوه مش راجل وخا كبير الشي اللي كانت كتقول ولات عايشة بها بخير وعلى خير مخصمت أخيها الشهر الأول الشهر تاني بكهلت قلت غادة بحركة الوقت توصلت تقريباً شي عام ولي اني مولدت ما بين على أتاري الحمل عجيب وش المشكيل منها او من الكبر دي السعيد كتقول لي يالله مشوع عن الطبيب كيقول لها مخصني الطبيبية العاقرة قررنا لتكرارة عندهم ثلاثة ديال الدرهري والشي ما بغيت تتولدي ليه حتى الدره ومن هنا العيشة تتحرار على السعدية ما غدي بقي السيار عليها ما غدي بقي عطامة تتاكل ولا ديه مسالة خاصة تتاكل عصب النار ولا دواز وقالت لي خاصة اي شي حاجة ويطحنت شاني مزيان وخلاني اعسس بكي وحد النار يا صافي زعثات وعيات وهلكها هزات حويشة وش غدير في ناضاكم رشعت عن دوالي ديال قلت لي مصافي ما بقيش قادر نعيش معه القولي اي شي حال انا بغيت نطلق منه غير جبديش الكلمة ديال تطلق وش كيلة وينوضوا لي اخوتا نطحنوا اعصتين فحلي كانت ناقصة ديك شي الزلاحوي جوهر الدوال دارة قالوا لي احنا ما عدناش درياد اللي كيطلقوا وتبقى قلتها عدنا في الدار صبري وزيدي صبري ويلا هلككي؟ رقي الراجلك قلت لي ايجي يسكرين ويضربني اخوتا تمام فوتين قلوا لي ايك المحير محيره مش يشرب ركضتي بغير في الكوكوط بحالة بحل المرقة وش هتقول لي السعادية ضارش بها الدنيا جاء واحد مقبل عليها والديها مرح مواش ونفس عويده راجلها كل مجوج العين كد سرق الفم كيتحل او ما كيلا فلوس حمام لا شطيت عشر يوم لها الماكلة يا ترى ويضع لي واحد فكرة بش وليت بيع حويجة البالي اللي جبت معها من صدا بشكون براسة في ذلك الدوار في نسكنة كان واحد اخوناك يبيع عشر في شطيب البار خرجت ذلك نار السعادية في الصباح ومشيت عنده احد ملحانوت في القبيلة سوليته على ذلك مولبار قلت لي ما باشلك؟ راني بغي نبيع شي حويج عندي قدام قلت لي ذلك ملحانوت يا ودلة ما بانش لي بشت سوليت عيلات كانوا مجمعين نيس في ذلك الدوار نفس الحضرة قلت لي ما بانش لي كم مولبار قالوا لا تغملا بانش لينا يلا تماش غير دراج على الدار يتلاقى بيه يتقول لي جابك الله يا المعطي راني بغي نبيع شي حويج عندي يلا يلا معي الدار شوفهم قلت لي تغودك مولبال سوف يلحق عليك وفعين شي مدك سيارة التاحق مولبال بالدار قلت علي السعودية السعودية قلت لي السعودية تدخل الدار وشوفهم ما بانك حشمانه احنا بيناتنا لا تحتاج شي واحد ادخل قلت لي مولبال يودي الله يهدي قلت لي السعودية بالحلوف رام كتار دخل الصالون ريح مولبال تخذ الصالون وريح و هي مرات من قلت لي ويني واحد شوية تسمع في الدوار الغوط و كواك الحق عطقوني و كواك الحق عطقوني و هذ الغوط يجي من الدار السعودية بشون الناس يشوفوا الشكين و من اللي يدخل الدار يخرج الرجلية فاشلين علي شكين شكين قلت ليهم السعودية سعيد يسحبوا البال عندهم معايا شي علاق داربوا وجوج واحد صفال واحد و هي مشكلة حيطوا الدارك الملكي جوابوا يقوموا بالمعينة دياله كي يبنوا وجوج الجوتج طيحوا يفلغ كل واحد فيهم فيه داربات في الجسم بشي موث من الحجم المتوسط جد تشخيص القضائي يجمع الأدلة و أداة الجريمة و يرفع البصامات محيطة بالمكان للحادث بغاو جون دارم يستجمو الزوجة السعيد و اني كانت في حد الحالة سعيد و قالوا لا تل من بعد و تلتحق بهم جاءت السيارة للنقل الأموات كي تشجو جوج و اني المفاجأة كانت بني لكي يشري البن لا زال عيش و اني في حالة الحارجة لأن الدربة جاءت في الراس و جاءت نزيف لخليه يدخل في غيبوبة من بعد يومين و استدعاو السعديها تلاش بالأقوال و مراعاة لحالته خلو السبيل مدلش بزع تشخيص القضائي يخرج بالنتيجة و مفادها بالأدد الجريمة فيها ثلاثة من البصامات من السعدي و سعيد و مو البال تم استداء السعدي بخصوص الشي ولا يجواب لك المنطقي لأن الموسكان من الدار يعني في الكوزينة هل يكون البصامات او لا؟ فلاني من المشادي كيف سوف يفق مو البال و سوف يطلب من الطبيب و سوف يخرج للجندان كانت حالته صعيبة ولا يدك شي كان مهم قلهم بغير و يصرح لهم كل يوم من اللي ادخلت الصالون و انا كان اعزال في الحويج كان تفاجأ بالسعدي يوم و راها و هالزاموس جيتني من اللور ارخشة و فيها قالوا لي علامة دارة بشيش مع رجل في الصالون كل يوم لق و كانت واحد تمة بشو ديك الساعة تاقلوا السعدي و هنا هي فين غريت اعترف اليوم بكل شي و كيفاش طاحت على ذلك الفكرة بش تفك من سعي وتفك من ذلك جريمة قلت اليوم بالنهار قلت اليوم بشيش في الصباح رجلات ينس لخمسة يعني و مش حرات هزات موس و هي تضربوا فيه و كيف تفك شفت القادية في حد الفيلم ما سوف يدين صدرجات مول بالبال و صفت لي تهوية و جرات رجلة كانت مصفت لي في بيت ناس و الموس ما سوف يديني و أسقعت و فيد سعي و فيد مول بالبال و يكون صباحة تبادوا تضربوا الشرح وتفك منه مجوش من القادية تلغت السقفية و من رجلة تبقى هانية مبغوش يطلقوه و الله ما تسمى مارد المرحوم و اين اجاب الله اروع عزيزة عن الله و فاق شاد فرشت كل شي اما كانت غريت فلت منها هي كانت مكرفسة ومعدة عليها ولاني هذا شي مهمره كان دافع دافع باش تدير ذلك الجريمة تبقى قبض عليها تشدات في الحبس وضربوه بالمؤبال واللي دار درب طابعة الحال يستهل العقوبة وانايا الخوت كتسالي الحلقة دي لادنا تمنى تكون عجباتكم ونطلقاوه في حلقة اخرى ان شاء الله الله يسال لكم اخوتي